اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة ويستعد من خلال هذه الرحلة لمواجهة الفائز ما بين درب الأمريكتين يوم 14 ديسمبر كمان برنامج الفريق ابتداء من النهاردة لغاية يوم الصفر اولا النهاردة الفريق رحصل بيا هيتمرن بقرة ان شاء الله بإذن الله يوم الاثنين وهيتمرن تدريب تاني يوم الثلاث وهيطلع من التدريب على مطار القاهرة هيستقل الرحلة الخاصة والطائرة الخاصة للصفر إلى قطر عشان الفريق يتمرن يوم 11 في الدوحة و12 و13 ويلعب 14 بس الاهلا ما يوصل 10 فيه برنامج معد من الاتحاد الدولي لاستقبال بعصة فريق النادي الاهلي في فندو الإقابة بالإضافة إلى أن يوم 11 هيكون فيه وفد من النادي الآلي موجود فيه ملعب 9-7-4 بيحضر بشكل مباشر مباراة درب الأمريكتين ما بين باتشوكا المكسيكي أمام بوتفوجو البرازيل عشان يقدر من خلالها كولر يدرس الفريق اللي هيواجه بإذن الله في مباراة يوم 14 ويمكن دي نقطة ما بتحصلش كتير أنك تروح تلعب في مباراة جاي لك فريق من أمريكا الجنوبية كان دايماً أنت اللي بتروح تلعب ماتش اثنين وممكن ثلاثة عشان تواجه في النهاية حد في السيمي فاينال بيكون فريق أمريكا الجنوبية المرة دي الأمر معكوس فريق من أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية هم اللي جايين بيلعبوا عشان يواجهوا الأهل لأن الأهل كان واجهه لعين الإمارات وده النظام اللي اتعاملت بي البطولة في كاس الإنتر كونتينيلتر وشرح أن ده قبل كده يمكن قزى مرة طيب عايز أكد لحضراتكم كمان أن الأهل أرسل قيمة لاعبيه اللي هتشارك في بطولة كاس التحدي ضمن مباريات بطولة كاس إنتر كونتينيلتل الأهل أرسل قيمة لاعبيه لمباراة كاس التحدي وكلنا عارفين أن بطولة كاس التحدي هتتلقى بيوم 14 ديسمبر القيمة عشان تسجلها الفيفا منحك مهلأ قبل موعد المباراة بخمس أيام ولكن اليوم تم تسجيل قيمة الأهل بشكل رسمي على سيستم الاتحاد الدولي وضمت القيمة 26 لعب قيمة النادي الأهلي ضمت 26 لعب للمشاركة في هذا اللقاء دي نقطة كانت مهمة جدا كان لازم نتكلم فيها النهاردة بشأن قيمة اللاعبين اللي تم تسجيلها في بطولة كاس التحدي